يا الاخواتي والاخبوات السلام عليكم مرحبا بكم جميعا تحيي الراشر في المغرب و الخري المغرب تحيي المشاروخين التحيي НАشيما يدعمونا تحيي الناس اللي يMEم وتساعدون ناياك التي يحب Partage تحيي الناس الذين لمسال تحليقات التحية الجامعة قبل ما غادي نهضر في الموضوع غادي نقول غير واحد النقاط المهمة جدا الناس اللي تهمهم اللي كتهمهم الأوضاع في المغرب أولا نحن في المغرب ما بقيناش كان يحتاج تقارير دولية اللي غادي يتفضح الفساد ديال المؤسسة الملكية ولا النظام المغربي اللي كل شيء يعرف نحن كماء غاربة ما غاديش نحتاج gestures شي جهة اجنبية اللي غادي تجيبنا واحد تقرير على الأوضاع الحقوقية الاوضاع السياسية الاوضاع الاجتماعية الاوضاع التعليمية اوضاع الصحف يعني هذا الأوضاع كلها في المغرب المواطن المغربي كيف سبقی دولية من أي طبقت كينتامي سيعرف الوضعية ديال المغرب يعني ما غاديش نحتاج شي جهة اجنبية اللي غاديها اللي غاديها تفضح النأش من الواقع في المغرب ولكن الخطير اللي واقع في المغرب حاليا وهو اللي نكا نشوفه الناس اللي كي يقدموا محتوى في المغرب الناس اللي كيعيشوا في المغرب واللي نكا نشوفه واحد الموجة واحد المجموعة منهم دائما يستشهدون بكلام ولا بخطاب محمد السادس بحالاش فيما مثلا تيخرج مثلا شي واحد كيهضر تيقول ان الماليك تيقول يجيبوا ربط المسؤولية بالمحاسبة اي مخلوق مثلا كيخرج في فيديو ولا في خبر ولا يعني في شي موضوع دائما كيستشهد بخطاب محمد السادس اللي شدوا مثلا ديك الجملة المستهلكة ان المسؤولية المحاسبة مرتبطة بالمسؤولية هاد الناس اللي دائما كيستشهدوا بكلام محمد السادس ولا بخطاب محمد السادس وش ما كيعرفوش ان راه كين دستور في المغرب اللي كبر من محمد السادس كين دستور في المغرب اللي كيربط المسؤولية بالمحاسبة يعني بحيال هاد الناس متلا كينساو ولا كيتناساو ان المغرب اللي دولة عندها دستور واحد دستور اللي كبر من حتى المالك ذاك الدستور اللي كيمشي حتى على المالك اللي المالك حتى هو مسؤول في المغرب يعني ربط المحاسبة بالمسؤولية لا تنشيش غير على المواطنين ولكن تنشي حتى على المسؤولين الكبار حتى وعلى رأسهم محمد السادس ولكن بهذه البروباقندا المخزانية بهذه البروباقندا اللي كتنصر هذه الدكتاتورية تحاولوا دائما يرجعوا ان محمد السادس راهو الدستور المغربي يعني اي كلمة تخرج محمد السادس يخرجوا واحد مجموعة من الناس يعودوا وتكرر 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 باش يحاولوا يزرعوها في العقل المغربي باش يبقي آمن ان رأي المالك محمد السادس ديك الهضر اللي تيقول راهي اللي يعني مخصصه مثلا تناقش ولا تخصد هذا القادية دي الربط المسؤولية بالمحاسبة الى مشيت تشوف مثلا الفيديو واس اي واحد يخرج يهضر على محاربة الفساد في المغرب ولا يهضر على موضوع في المغرب دائما يذكر هذا القادية ان سيدنا كل شي يقول سيدنا اللي يقول المالك كل شي يقول دراس سيدنا في الخطاب ديالو وراء المسؤولية بالمحاسبة وينسوا ان هاد الجملة ركينا في الدستور المغربي يعني دائما يحاول يفرق بين الدستور المغربي والمالك يعني المالك يحاول انشر هذا النظام ويحاول انشر هذا المخزن بشي يحاول يبني ديك الفكرة عند العقلية المغربية ان المالك هو اللي تقرر يعني رأي المالك يعني هو يعني واحد الانسان يعني اللي مكرت كبش الاخطاء يعني مبحيل اللي يعني يحيد من ذيك الخان دي لأن هو باشار يعني رأي اللي يقول صحيح اللي يقول خصيد ولكن يجي نشوف الواقع كالقا والعكس يعني كالقا ويقول ربط المسؤولية بالمحاسبة وكالقا هو ما يحاسب شراثه رغم أنه يقوم بعدة تجاوز في جميع المجالات ولكن كالقا الناس أي وحد يقول محمد السادس قال ولمالك قال يعني يجيب ربط المسؤولية بالمحاسبة هذا خطير جدا لذلك نقول لكم مثلا كمغاربة لا يحتاج تقارير دولية خروج الناعة الوضعية في المغرب كنا نعرف الأوضاع في المغرب لا يوجد مغرب لا يوجد الأوضاع في المغرب كيف لا يريد أن يكون نوعدي له وخ يكون من الناس الذين ان يستف typing عن هو النظام فسد من ثم بن كيران نحن فسد أخر كنا هو المسؤول الذي أよろしく اعرف أن المؤسسة الملكي مؤسسة فسدة . يكون في سرق الملعم و سرق القرض الأ الأ جمع مساعدة الدول الاستعمارية المالك تعرف هذا في المغرب المالك و الناس القراب للمالك تعرفون هذا الشيء تعرفون هم شفارة و يختلطون الملعة و ماذا يحسب لكم مثلا اخ النوش لا اعرف هذا الشيء و ماذا يحسب لكم المجيدي و ماذا يحسب لكم مثلا المستشارين و المسؤولين ومدير البنك المغرب ومدير مؤسسة فى المغرب لا يعرفوا انهم لا يعرفهم انا اذا فهمهم ولكن داخلهم اما في ذلك المعامة قوة لا يستفدون من هذه القادية يعني بجيء نفهمها القادية لا يوجد ان المغرب لم يعرف ان المغرب انا دولة فاسدة ومسؤولين فاسدة كل شيء يعرف هذا القضية. ولكن رغم هذا الشيء يجب أن تخرج بعض الجهات التي تنشر تقارير انتقامية على المغرب لأن الناس الذين يخرجون تقارير هناك تقارير لبعض المرات تكون فيها واحد النوع من الموضوعية بعض المرات تكون فيها مثلا مشاكل مع النظام وتحاولوا ذلك اللعبة يعني يخلعوه ذلك اللعبة يزعزعوه شي شوية أي راح نخدام معاك وحنا كان نستافدون تكا تستافدوا كذا ولكن إلا حاولت درتي هكذا ولا هكذا راحنا نقدروا نفضحك وهذا الشيء الذي تدير فرنسا مع المغرب وهذا الشيء الذي تدير يعني أي دولة مثلا وكان عارفه فرنسا يعني راندها واحد الوجود في المغرب يعني عندها مثلا عند تقريبا سعود تسعين في المئة مثلا من التدخل للسياسي وللالاقتصادي في المغرب هذه القضية كان عارفوها والمغاربة كلما يعرفوها ما يخرج شي واحد يقول لأي المغرب ره دولة مستقلة يعني هذي الناس مكيحش موج ملكي يخرج وكي يقلك المغرب ره دولة مستقلة المغرب ليست دولة مستقلة أي دولة تت badass пойдir أي validate من ال قرود المنك الدولي أي دولةك تستفيد من الژ دول واحد ليست دولة مستقلة والدولات إستثنائية من الانسان الذين يتسلب بالفوائد الذين تستنزف خيرات البلاد هذه ليست دولة مستقلة يجب أن نعرف هذه القادية ونحن نقول المغرب دولة مستقلة الشعب مغربي شعب مستقل لو كانت المغرب دولة مستقلة سيكون الشعب تعيش في الفقر تعيش في التهميش، تعيش في المشاكل الاجتماعية تعيش في الأمراض التي في الدول المتقدمة هذه الأمراض لم يتعالجت في القرن التاسع عشر ولكن المغرب لا يزال يعاني من هذه الأمراض يجب أن يخرج تقرير جديد لمنظمة شانغاي للتعليم أو للجامعات والمغرب لا تصنروا في التعليم يعني أحسن شدوا ألف جامعة في العالم والمغرب لا تدخلش في هذه القادية لا تذكرش يعني لا نحاولوش نفخوه مثلا في النظام أو نفخوه في المغرب الدولة في المصلات هذا الشيء يبقى تبقى غير داخل المغرب تيمارسوها على الشعب المغربي يحاولون أن يكتبون على الشعب المغربي ولكن خارجيا وفي العالم المغرب لا يوجد في المكان لا يوجد شيء خبر على المغرب يعني إما المستثمرين يستثمرون لأن المغرب غرق في الديون وهذه المستثمرين يسهل عليهم لأن المستثمرين يسهلون المغرب لأنه دولة غرقة في الديون يستثمرون يستثمرون لأنهم يفرضون طريقة لأنهم يستثمرون لأنهم يستثمرون لأنهم يفرضون محمد السادس في المغرب يعني من أبرز السمات لأنهم يفرضون خلال حكم محمد السادس وهو التضييق على حرية التعبير هذا شيء معروف لا يمكن أن يكون هناك شيء يقول لي لا أو مثلا هذا شيء هدرخاوي أو الكدوب أو المغرب ونرى مثلا غير الأخبار أو مثلا كتب في جوجل مثلا حرية التعبير في المغرب كتبها بالعربية كتبها بالفرنسية كتبها بالنجليزية أي لغة تكتبها تتخلق الأوضاع الحقوقية وأوضاع حرية التعبير في المغرب يعني لا يوجد أن يكون هناك مكاسبا لها القادية وهذا هو الخبار ولها التقرير لإنشرات وكالة الأنباء الفرنسية التي تقول فيه أن التضييق على حرية التعبير كان من سمات فترة حكم الملك المغربي محمد السادس بعد أربع قرن من جلوسها على العرش يعني كنشوفوا كيفاش كانت فترة محمد السادس البداية خرج ذلك الصورة لنشر ذلك البروباغاندا لكي يكتبوا عليه ذلك الأمريك الفقراء الحريات الديمقراطية حريات المرأة كده هذه ولكن من خلال يعني ذاك ذاك البلان اللي يصيبون المخزن بالبغرب يعني بش يعطي واحد الصورة جميلة في الأول ولكن بالتدريب يبقوا غادين 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 حتى وصلنا للوضعية اللي كانوا بسلولها حاليا التقرير تيقول أن النظام الملكي كيواجه واحد الانتقادات كبيرة وهي التضييق على حرورية التعبير في السنوات الأخيرة لإستهدفات واحد العدد كبير من الصحفيين والمدونين والمعارضين والدريع على ذلك وهو الاعتقالات اللي كانت في المغرب أولهم وأبرزهم ركم عارفينو أبو عشرين كانوا من أبرز الناس مثلا الأوائل اللي كانت تطبق عليهم هذه القادية ديال قمع الصحفيين جاءت أحدات الريف راكم شفتو الناس ديال الريف أشنو وقع فيهم جاءت القادية اللي من بعد ديال الريسوني ديال مجموعة كبيرة من الصحفيين ومن المعارضين ومن المناضلين وهذا التقرير هذا يشير على أن المغرب تعتمد على واحد سياسة اللي محضة وهي سياسة أمنية واللي متشددة بعد العمليات الانتحارية التي أودت بحياة 33 شخص في الضار البيضاء عام 2003 وكان عرفوا أن النظام من اللي كيبغي ينشر الضار ومن الليisiniICA يطبق الفتحة الانتحارية سيخلق واحد السيناريو من الخوف واحد السيناريو من الرعب لما يسهل علي بايش اخرج واحد القوانين لحماية المواطنين بايش نخرج واحد القوانين لحماية المواطنين س سنخلعوهم سセلنا قادية ديال سأله الارهاب من Loop سوف نقوم بتحديد القوانين لكي نحميكم لحمايتكم وهذا الشيء الذي نرى مثلا جميع الدول المتقدمة والمتخلفة لكي تحاول تسيطر للشعوب ديالها بزرع الخوف الخوف هو طريقة والأسلوب جميل لكي تسلب الحرية ديال المواطنين وبينما أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي فضاء حرا إلى حد كبير تعيش وسائل الإعلام التقليدية على دعم الدولة وتبقى رهن مراقبة وثيقة وتكاد تكون فقدت تعددية الأراء وضعفة الأحزاب السياسية أو همشت بحسب التقرير هذا الشيء كان في المغرب كما كنا نعرف أن وسائل الإعلام في المغرب كي تسيطر على النظام يعني حتى مثلا المستقلة كتلقت دعم النظام الأحزاب ركب كتشوفوا الدور دياله في المغرب الأحزاب هي عبارة عن كراكيز تمثيلية مصرحية والبرلمان هو أكبر مصرح في المغرب يعني كتكون فيه مصرحيات لم تمر في التاريخ كما تستمر معدلة الفقر في المغرب بالوجود إذ لا تزال البلاد تعاني من قصور في تحقيق النمو الكافي لتجاوز فوارق الاجتماعية المستمرة بالاتساع وهو ما يمثل تحديا حقيقيا للملكية في المغرب وخاصة محمد السليس بحسب ما جاء في تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية دبها التقرير اللي خرج مش يخرج مثلا غير من معد واحد جهة مستقلة ولكن التقرير خرجته هو وكالة الأنباء الفرنسية كنا نعرف وكالة الأنباء من اللي كنا نسمعه وكالة الأنباء ديال في دولة هي كتجي من طرف الحزب الحاكم في الدولة يعني جي من عند الحزب الحاكم اللي كي يتزعمه ماكرون حاليا وقال التقرير أنه رغم النجاحات الدبلوماسية وتحديث وتنويع الأنشطة الاقتصادية لا تزال الفوارق تتسيع بين الأغنياء والفقراء وبين المدن والأرياف وهي مشكلة مستمرة أمام الملكية ولكن نجد نشوفه مثلا شكله هو المسؤول على هذه الغضعية في المغرب يعني ما هي يعني كتحط المالك أو كتحط الملكية مثلا في مشكلة ولكن هي المشكلة خلق هذا النظام خلقات هذه الملكية يعني النظام هو اللي ساهم باش في المغرب ما تبقاش طبقة متوسطة خلقات تكون طبقة الأغنية وطبقة الفقراء وهذا هو واحد الأجندة عالمية كتب أنها عدة جهات في العالم وخاصة الناس اللي كي يحكموا العالم ما باقيش باقيين تفكروا في طبقة متوسطة لأنها تزعجهم الطبقات المتوسطة تزعج الحكام تزعج الأنظمة هذا الشيء عليش غدين يحاولوا يلغيو هالطبقات المتوسطة وغد يتبقى طبقتين لطبقة الفقراء وطبقة الحكام والأغنية أيها الأخوة الأخوات كانت من أعجكم موضوع السلام عليكم وإلى موضوع آخر والسلام عليكم